الشيء آخر الوديع هو الشخص القابل للتعلم يفتح قلبه ويفتح عقله اللي بيكون عاوز يتعلم وهذا بيدل على التواضع وحب التعلم في داخل هذا الإنسان يعني أكثر مثل بحبه في الكتاب المقدس عن القديسة المطوبة مريم العذراء مكتوبة عنها كانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها فكانت تسمع وتفكر بعمق وتهضم هذا الكلام في داخلها فإذن الوديع هو الذي يسلم للرب طريقه بكل وداعة ولطف كما يقول الكتاب المقدس الوديع هو الشخص بتصف النعمة في القلب الشخص الوديع اللي فيه نعمة في حياته فيه لمسة خاصة فيه محبة خاصة فيه لطف فيه ضبط نفس فيه تحكم سيطرة مش عن ضعف لكن بقوة بيسمع الإساءة لكن ما بيتحركش لهذه الإساءة لأنه مليان شبعان بحضور الرب في حياته فالشخص الوديع فعلا هو الشخص المليان بحضور الله ينظر للأمور مش بشكل عشوائي ولا بشكل متطرف ولا متسرع إلى الغضب ولا متسرع إلى النفور لكن تتكلم عن صبر داخلي عن احتمال داخلي عن ضبط نفس داخلي كل حاطتها تحت السيطرة وبيعكس فيها صورة روحية عميقة اللي بتظهر للناس